السلام عليكم الحمد لله رب العالمين المحكمة الإدارية أنصفتنا ورجعتني اليوم للسباق الرئاسي بعد كل الصعوبات والعرقين ولادة عسيرة لأحلام كبيرة ومشروع وطني عظيم قرار المحكمة اليوم هو رسالة لهيئة الانتخابات أن أعمالها كانت مخالفة القانون وقراراتها ظالمة أعضاء الهيئة مطالبين اليوم باستخلاص العبر والتوقف عن سياسة الهروب إلى الأمام وربط بصيره ومصير البلاد بالرئيس المتاهي وليته هم مطالبين بالتزام الحياد والنزاهة واحترام يردت الشعب فيما تبقى مسار الانتخاب اللي يكون ضد يردت الشعب ما عنده وين يصل الشعب نحل خوف والشعب بش يحمي ديمقراطيته بسلمية وطرق قانونية ومتحضرة الحمد لله القضاء رجع اليوم الأمل لمئات ألاف التوانسة في حصول تغيير حقيقي هادئ ومسؤول وتداول سلمي على السلطة وفي نهاية الكابوس الجاثم على صدور التوانسة قرار المحكمة التاريخي اليوم يؤكد الكلام اللي عندي مدى نقول فيه أن البلاد ما زال فيها قلب وما زالت فيها مؤسسات واقف على سقيها رغم التدمير الممنهج لمؤسسات الجمهورية خلال السنوات الماضية البلاد ما زال فيها رجال وإنساء يومن بالحق ويتبق القانون ويحكم الضمير وما يخافوش يتوانسة تونس ما تحتش وتونس قادرة ترجع أقوى وتتقدم في وقت قياسي لو تتوفر الإرادة والرؤية والكفاءة والإخلاص وهما متوفرين نحلها الشعور بالعدل واللي أحلم أنه الشعور بأن التغيير ممكن وشروطه متوفرة في البلاد ومش ممكن لأي قوة في الدنيا باش تعطله اليوم حق نرجع بعد نظال مستميت وجهد الفريق الجبار ممشيش خسارة ولكن ياسرة وانسة حقوقهم ما زال ما رجعتش حقوق المظلومين في الحبس ما رجعتش وحقوق الشباب البطالة اللي يرمروا واحد في البحر بحثا عن الخبز والكرامة ما رجعتش وحقوق النساء اللي عانوا من كل شكال التمييز في الوصول المسؤوليات في الدولة وفي الأجور والمعاناة في ظروف العمل والرعاية الصحية ما رجعتش وحقوق الموظفين والمتقاعدين والطلبة والفئات المهمشة اللي تحت مقدرتهم الشرعية وما عادش خالطين ياكلوا ما رجعتش وحقوق أصحاب المشاريع والمبادرات اللي متعطلين في تسححها وفي إجراءات بيروقراتية لا أولى لها ولا آخر ما رجعتش وغيرهم وغيرهم كل الحقوق هذه ممكن ترجع لأصحابها بنفس الطريقة مؤسسة تخدم ضمير ومسؤولية ورؤية واضحة ورقابة صار من ومسؤولين يقوموا بواجبهم بالتفاني وإتقان في إطار القانون وما خافوا كم من الله هذا جوهر برنامجنا وهذا اللي قادني شخصيا للترشح للرئاسة اليوم بعد قرار المحكمة أنا مترشح بشكل رسمي ليني لثقتكم الغالية باش نخدمكم ونرجع لكم الأمل المفقود في مستقبل بلادنا وولادنا تونس محتاجة اليوم لرئيس قدوة حط مصلحة الوطن فوقه كل اعتبار يبني وما هدمش يوحد وما يقسمش يصلح وما يفسدش يعدل وما يظلمش يبث الأمل وما ينشرش الأحباط يتبث الفوجوه التوانسة وما يكشبرش بعيد كل البعض على غريزة الانتقام وسناعة الأوهام بعيد عن منطق الصفقات والمحصات المرحلة مرحلة التي عادت بناء تحتاج فيها تونس لكل أولادها وابناتها واحنا مستعدين لخوض المرحلة هذه وإنجاحها بعون الله والتفاف التوانسة وبالارتكاز على معرفة كبيرة بالدولة وعلى ثقافة الإنجاز برشة خدمة وشوية كلام مستعدين باش نبنوا علاقات ثقة وتعاون كبيرة مع مؤسسات الدولة وأجهزتها الجيش والأمن والإدارة في إطار القانون ولمصلحة الشعب الكريم مستعدين لإمتلاقة من تجربتنا ورصيدنا باش نبنوا سريعاً علاقات ديبلوماسية واسعة وشركات متنوعة تمكن البلاد من استقطاب التمويلات للمشاريع الكبرى وتحويل ديون الاستثمارات وفتح الأسواق الخارجية لشركات التوثية ورجال الأعمال واليد العام للتوثية وتزويد البلاد بالمواد الأساسية باش نتحسن معايشة التوانسة ويتطور الإقتصاد وتلقص البطالة عزمين باش نجعلهم الرئاسة الجمهورية قطب جاذب لكفاءات البلاد النوعية القادرة على التخطيط للأجياء القادمة ومواجهة التحديات الكبيرة وباش نوجه عمل مؤسسات الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي وبقية التحديات الاستراتيجية الكلام نحكي فيه مش أحلام ولا شعارات وإنما واقع قابل للإنجاز ونحن أهل إنجاز وهذا يتم بمشاركتكم مكثفة في الانتخابات وانخيراتكم في جهود الإصلاح وإعادة البناء نحبكم تدخلوا مرحلة هذه بكل عزيمة وتنشروا الأمل في التغيير وفي مستقبل أفضل حولكم وتشاركوا معنا في ورشات التفكير وتستعدوا لمرحلة الحاملة الانتخابية بكل حماس وتفاني وكل اقتناع بقدرتنا الجماعية على بناء فجر جديد للبلاد كما فرحنا اليوم بقرار عادل قضاء كما إن شاء الله يفرح التوانس الكل قريبا بزوال الغمة وبتغيير عظيم يفتح لنا أبواب الاستقرار والازدهار لبلاد بلادنا والمستقبل مستقبلنا ومسحك نصحيح